من اوينز الحزين وتحدث له بلغة انجليزية محدودة لا يجدها قائلا له اوينز لا تخاف ستنجح سانتظرك قبل يرضى واحدة من حافة القفز واترك لك فوطة البيضاء على الارض لتهتدي بها اقفز عند الفوطة البيضاء ولا ترتكب اي مخالفة وانا متأكد انك ستسجل رقما يؤهلك للنهائي انظروا الى الصورة انظروا الى الصورة الان كيف يقفز جيسي اوينز والفوطة البيضاء على الارض انظروا الى الفوطة البيضاء انها فوطة لونج الالماني المنافس الاول هذه هي الاخلاق الحميدة بالفعل نفذ لونج خطته ونجح اوينز وتأحل للنهائي وفاز على لونج ونال ميدالية ذهبية رابعة لكن لونج اصبح رمزا لللعب النظيف في عام 1963 كان الترسان المنافسة على بطولة الدوري مع الزمالك وكان على موعد مع مباراة بالغة الاهمية على ملعبه في القاهرة مع اتحاد السويس والفوز ضروري للاستمرار في المنافسة واحراص بطولة الدوري العام لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخه قبل دقائق من النهاية سجل نجمه نادي الترسانة ومنتخب مصر بدأوا عفتاح هدفا في مرمى اتحاد السويس واحتسبه الحكم الدولي مصطفى كامل منصور احتج لائب السويس لان صفارة الحكم انطلقت قبل ثواني من الهدف لاحتساب ركلة جزاء لصالح الترسانة مما يعني ان اللعبة موقوف قبل تسجيل الهدف صمم الحكم مصطفى كامل منصور على موقفه وانتهى اللقاء بفوز الترسانة 2-1 وتقدم نادي اتحاد السويس باحتجاج رسمي بل ذهب لعبه الى اتحاد الكرة واعتصمه داخله جاءت المفاجأة من بدو عفتاح الذي تطوع بالشهادة مؤكدا ان الهدف غير صحيح لان الصفارة انطلقت بالفعل قبل ان يلمس الكرة وانه سمعها بنفسه وقرر اتحاد الكرة اعادة المباراة وفاز اتحاد السويس على الترسانة 1-0 لكن الترسانة هو الذي فاز بالدور على العدالة الالهية كما حدث مع الاتحاد والاهدي في 1964 اقيمت دورة الالعاب الاليمبية الشتوية في انسبروك بن نمسا في مطلع العام مسابقة الثناء او زوج الرجال في الهبوط بالالواح في الممرات الثعبانية لوج خلالها تفوق الثناء الايطالي مونتي وصورباس وانهى المسابقة في المركز الاول مقتربا من احراز الميدالية الزهبية لم يبقى من منافسيه الا محاولة واحدة للثناء البريطاني المكون من ناشوديكسون اذا فشل ناشوديكسون تويجا مونتي وصورباس بالذهبية قبل دقائق من اعلان الحكم انطلاق البريطانيين انكسر حزام الدفة الذي يوجه به ناشوديكسون لوحهما في الممر وهو ما يعني انسحاب بريطانيا اضطراريا وتتويج الايطاليين بالذهبية الاخلاق عند الايطالي مونتي اهم من الذهب بادر مونتي بفك حزام اللوح الخاص به واسرع وارسله الى منافسيه البريطانيين ناشوديكسون ليتمكن من خوض المسابقة وبالفعل خاض ناشوديكسون المسابقة نفذ محاولتهم الاخيرة سجل زمنا تاريخيا وانتزع الميدالية الزهبية من الايطاليين الذين حفر اسميهما في قلوب الملايين ودخل كتب التاريخ من اوسع الابواب نعود الى مصر في عام 1978 كان ملعب الاسماعيلية مصرحا لتصرف ولا انبل من نجم ولا افضل اسمه علي خليل هدف مصر والزمالك حيث اخطأ الحكم الدولي السكندري احمد بلال في احتساب هدف للزمالك في مرمى مضيفه الاسماعيلي اثر تسديدة قوية من علي خليل مرت الكرة السريعة من الشبكة الجانبية واستقرت في الشباك ومعها سفارة الحكم بلال باحتساب الهدف ثارت جماهير الاسماعيلية ومعها لاعب الفريق بقيادة علي ابو جريشا واستطصميم واصرار من الحكم احمد بلال على قراره الخاطئ حتى دخل اليه مراقب المباراة مصطفى رمزي طلب منه شيئا واحدا طلب منه السؤال علي خليل فإذا قال هدفا فلتكن هدف اعترف علي خليل بشجاعة وانتهت الأزمة بإلغاء الهدف وخسر الزمالك المباراة لكنه توج بكأس مصر ونال علي خليل آخر جائزة في مصر للعب النصيف في عام 1988 ارتكب اللاعب الألماني فرانك أوردينز فيتس مدافع فريق فردر بريمين الألماني مخالفة واضحة بإبعاد الكرة بيده قبل أن تتجاوز الكرة خط مرمى وحرم منافسها كولن من هدف شرعي في الدول الألماني لكرة القدم لسوء الحظ لم يلحظ الحكم المخالفة ولم يدركها أيضا مساعده الذي أشار بركلة ركنية والتفى لعب كولن حول الحكم اعتراضا على قراره الظالم بإلغاء الهدف وعدم احتساب ركلة جزاء لكنهم فشلوا في إقناعه حتى تدخل فرانك بنفسه ودون استشارة أو سؤال للإفصاح عن مخالفته والاعتراف بها علنا فردخ الحكم على الفور واحتسب ركلة جزاء ضد فرانك وضد بريمين وسجل منها كولن هدفا وفاز باللقاء على بريمين 2-0 واختارت الفيفا النجمة فرانك أورديني فاتس لمنحه جائزتها السنوية للعب النظيف عام 1908 وإلى عمر رمضان نهدي هذه الحكاية في عام 2001 لاحت فرصة هدف مؤكد للنجم الإيطالي باولو ديكاني ومهاجم وستهام يونايتد في شباك أبرتون خرج بول جيرارد حارس مرمى إيفرتون لقطع الكرة العرضية في منطقة جزائه لكنه فقد توازنه والتواكح له وأصيب وصرخ من الألم في نفس لحظة مرور الكرة إلى ديكانيو والمرمى خالي تماما أمامه المرمى جاهز لاستقبال أسهل الأهداف لكن ديكانيو أمسك الكرة بيده لإيقاف اللعب وهو الذي أشهر للأطباء بسرعة الدخول وعلاج الحارس الذي أصيب بكسر في كاحلة وقف كل من في الملعب وعلى رأسهم جماهير واستهم للتصفيق للنجم الإيطالي الرائع باولو ديكانيو ومنحه الفيفا أيضا جائزة اللعب النظيف آخر النجوم الذين منحهم التاريخ المجيد لللعب النظيف مكانا بين الخالدين هو لاعب كرة القدم الإيراني أمين متوسل زادة لاعب فريق المحمدية في مباراته ضد استيل أزين في الدور الإيراني للمحترفين في 28 يناير قبل الماضي أي عام كان فريقه المحمدية مهددا بالهبوط محتاجا للفوز بالنقاط الثلاثة لتفادي محنة النزول قبل دقائق من النهاية انفرض أحد زملاء أمين زادة من فريق المحمدية بالمرمى وخرج الحارس المنافس حميد نيشاتو ارتمى أمامه تماما فاستضم وسقط لكن قدم المهاجم استضمت برأس المدافع فسقط على الأرض بعد صرقة النجلاء سقط مغشيا عليه بلا حراك بلا نطق ارتدت الكرة لزادة والمرمى خالي فإذا به يبعدها عمدا من الملعب إلى خط التماس إلى هذا الاتجاه مفضلا عدم استغلال إصابة منافسه خسر فريقه اللقاء اثنين واحد وهبط المحمدية إلى الدرجة الثانية وصعد أمين متوسل زادة إلى عنان السماء وكرمه الفيفا والعالم بكل الجوائس هذه نماذج نقدمها لأبنائنا من اللاعبين وأشقائنا من المدربين والإعلاميين ليهتدوا بها ويعملوا بها وينقلونها إلى المجتمع ربما نصل يوما إلى فضاء اللعب النصيف عنوان حلقتنا الليلة إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وضيفنا الكابتن الشهير أحمد الشناوي لتحليل شؤون التحكيم في الدور العام مع عدد من المقارنات السهلة بين الألعاب الواحدة والقرارات المختلفة فلنذهب لنستمع إلى تقرير من أسئلة الجماهير للكابتن أحمد الشناوي